مين المدرب؟ يمكن لسه حد هذه اللحظة يمكن لا ما مش هكذا بتقول ليش لم انا عايز عارف مدرب انا مش عارف اقول خبر لسه حد هذه اللحظة يمكن فيه مفوضات شغالة مع عدم المدربين ولكن الاقرب حتى هذه اللحظة فيه اتنين المان موجودين في الصورة بشكل كبير جدا تواصل معهم اتحاد الكوري ينتعرف يمكن اتحاد الكوري الفترة اخيرة او خد قرار في اجتماع المجلس الاخير ان هنكون فيه سرية تامة على اعنان اسم مدير الفاني بعد ما يتم الاعلان هم الاعلانين انه حد يكلم حده وكلام ده طبعا كلم فارد طبعا يعني هي بس هو خدق يعني تعهد كده ما بينهم انه ما يتمش الاعلان عن المفوضات ويتم البعد الاستقرار بشكل رسمي ونحصل على موافقة المدير الفاني الجديد يتم الاعلان عنه بشكل رسمي هو مثلا والمدير الفاني للاتحاد الكوري والمدير الفاني للمنتخب القلومي خلينا نقول ان من الكوليس حتى هذه اللحظة يمكن تردد اسمه خليل وحيد خليل وزيتش الفترة اخيرة دي يمكن انت عارف ان فيه مشاكل ما بينه وما بين الاتحاد المغربي الفترة اخيرة حازم ايمان بيميل له شايف ان هو مدارب كواس جدا 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 وكان تفاوض معه يعني قبل الاعلان عن تقول الكابتن اهاب جلال مهمة المدير الفاني للمنتخب الوطني هو شايف ان هو الافضل ولكن حتى هذه اللحظة فيه مدارب الماني في الصورة فيه وحيد خليل وزيتش برضو موجود في الصورة عشان ما منسيبش وحيد خليل وزيتش هو فعلا حسن معلوماتي ان الخيار الاول لاتحاد الكورة في حال رحيله عن المنتخب المغربي هو فيه كلام ان المنتخب المغربي اللي هيدرب من في كلاس العالم ويدر ركراكي حتى هذه اللحظة بس لسه ما فيش حاجة بس طبعا هو مازال وحيد خليل وزيتش مدربا ومديرا فنيا للمغرب بس لو رحل لو رحل هيبقى خير اول للمنتخب ده في حالة واحدة لو رحل بشكل سريع اتحاد الكورة حتى هذه اللحظة بيحاول يعلن اسم المدير كورة الفترة الاخيرة ان حتى هذه اللحظة ان انت بقى لك فترة بتفاوض عدد كمين مديربين واعتذروا فبالتالي ده عمل ضغط ولود على مجلس الاتحاد الكورة